مباشرة بعد التهديدات النووية التي تضمنها تصريح بوتين وأعلانه عن تطبيق تعبئة عسكرية جزئية ضد ما أسماها التهديدات الغربية تقاطرت ردود فعل القوى العالمية ألمانيا وعلى لسان نائب المستشار الألماني سرحت أن ما أمرت به روسيا من تعبئة عسكرية جزئية هو تصعيد جديد للصراع في أوكرانيا وأن الحكومة الألمانية تدرس رد فعلها بخصوص هذا التحول الخطير في مواقف موسكو اسمحوا لي بداية وقبل التطرق لموضوع هذا المؤتمر الصحفية أن أعلق على الخبر الذي طالعتنا به وسائل الإعلام هذا الصباح وهو أن روسيا أمرت بزعبئة جزئية هي بذلك تزيد من تصعيد عدوانها ضد أوكرانيا وهذا مخالف للقانون الدولي إنها خطوة أخرى غير محسوبة العواقب من روسيا والتي سنتناقش ولا شك حول كيفية الرد عليها بريطانيا سرحت على لسان وزير دفاعها بين والاس أن إعلان بوتين عن تعبئة جزئية هو اعتراف بفشل الغزو الروسي لأوكرانيا وقال والاس أن نقد الرئيس الروسي وعده بعدم تعبئة شعبه وعدم ضم أجزاء من أوكرانيا اعتراف بأن غزوه فشل بحسب تعبيره السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريتجيت برينك قالت من خلال تغريدة لها على تويتر أن إعلان بوتين عن تعبئة جزئية دليل على ضعف روسيا وفشلها مؤكدة أن بلادها لن تعترف بضم روسيا أجزاء من الأراضي الأوكرانية بحسب تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن تعبئة العسكرية الجزئية من المقرر أن تبدأ اليوم وذلك ردا على التهديدات التي باتت تتعرض لها الأراضي الروسية بحسب تعبيره